التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة المؤقتة عدن السفير الامريكي لدى بلادنا ستيفن فيجن والملحق العسكري مارك وايتمان اشار الوزير الى ما تشهد عدن من تحسن امني ملحوظ بعد الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الارهابية وملاحقة عناصرها في المحافظات المجاورة اكد الوزير الداعري ان التخدم بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية الاخرى ظهر بشكل اكبر في الاوينة الاخيرة مشيرا الى ان القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات الارهابية وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة وبتخطيط من قبل الميليشيات الحوثية وقال ان السلام لن يتحقق الا بردع هذه الميليشيات الارهابية الناكثة بالعهود والمواثيق محذرا من خطورة استمرار التهريب الايراني الحوثي للمسيرات والصواريخ والالغام البحرية المهددة للاقليم والملاحة الدولية شاكرا في الوقت ذاته الدورة الذي تلعبه البحرية الامريكية في مكافحة التهريب من جهته عبر السفير الامريكي عن تقديره لجهود الاجهزة الامنية والعسكرية في محاربة الارهاب منوها باهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في اطار مجلس القيادة الرئاسي لارغام ميليشيات الحوثي واخضاعها للسلام